أعزائنا المشاهدين أهلا بكم بعد أن دخل قانون قيصر حيز التنفيذ كيف تقرأ سوريا تداعياته المحتملها على المستويين السياسي والاقتصادي وما هي الإجراءات الضرورية للحد من مفاعل العقوبات الأمريكية ليس على سوريا كيف حسب بل على حلفائها وعلاقاتها مع دول الشهار في المنطقة هذه المحاور نناقشها في هذا اللقاء ضمن برامج نيوزميكر مع سفير سوريا لدى لبنان السيد علي عبد الكريم علي سعاد السفير أهلا بكم يعني منذ نحو عام تقريبا ويتم تداول بقانون قيصر الآن وبعد دخوله حيز التنفيذ وانكشاف مضمونه كيف تقرأ سوريا هذا الإجراء الأمريكي أهلا بكم أولا في دار السفارة أولا ليس مفاجئا القانون وليست مفاجئة العقوبات لأن هذا الحصار عمره من بداية هذه الأزمة وقبل الأزمة بالنسبة لسوريا وبالنسبة لحلفاء سوريا نحن نرى في هذا القانون هو طلق يائسة يعني فرضتها على الإدارة الأمريكية سقوط الرهان على ضعف سوريا على يأس سوريا على تراجع الرئيس الأسد والقيادة السورية والشعب السوري وحلفاء سوريا في مواجهة إرهاب معولم مدعوم من كل القوى التي تريد حزف دور سوريا إسقاط دور سوريا إضعاف هذا الدور وتيئيس صاحب هذا الدور أي القيادة السورية والشعب السوري لذلك بتقديري القانون مضى على إنشائه ووضعه فترة من 2016 ولكن هذا التفعيل أراه هو تعبير عن إحباط وهروب إلى الأمام كمن يلعب لعبة البوكر أنا بتقديري إمكانية أن يحول هذا الحصار هذا القانون الجائر جدا المخالف للشرعية المخالف للدساتير وحادي الجانب بل أصل هو حادي الجانب ولكن هذا الهروب إلى الأمام يجب أن يلتقط من سوريا ومن لبنان من العراق من الأردن وبالدرجة أكبر من روسيا والصين وإيران وكل الذين يصيبهم هذا القانون بشكل أو بآخر وهذا ما أرى قادم وما ظهر ذلك في بيان الخارجية الروسية ظهر ذلك في موقف القوى الوطنية اللبنانية ظهر ذلك في مواقف أعلنتها الصين وإيران ودول بتقدير القانون القاهل ألقته الإدارة الأمريكية المتخبطة الآن الإدارة الأمريكية أنت ترى أن حجم الحراك المنطفض في داخل كل المدن والأمريكية وفي كل الولايات هو يحاصر الإدارة الأمريكية وبالتالي فيه تناقض صارخ بين أن تدعو لنصرة الشعب السوري وتحت غطاء حقوق الإنسان وأنت بهذا الحد الفاقع وفيه فجور كبير في انتهاك حقوق الإنسان وعلى الملأ لذلك إمكانية أن يحول هذا الحصار إلى فرصة أراها كبيرة سعاد السفير وصفته بأنه طلق يائسة وعلى رغم من ذلك عشية البدء بالعمل بهذا القانون شهدنا التراجع كبير للنير السورية مقابل الدولار سيكون هناك تدعيات اقتصادية هل لدى سوريا آليات معينة لمواجهة هذه التدعيات أولا التراجع سبق هذا القانون وعندما لبنان واجه ارتباكا في التصدي لأزمة الليرة وتوجه باتجاه صندوق النقد الدولي واتخذ إجراءات لا أدري مدى صوابية هذه الإجراءات وساعتها العملة الوطنية اللبنانية التي حافظت على 1500 مقابل دولار على مدى 30 عاما تقريبا ارتفعت بشكل متسارع انعكس هذا خاصة لأن البلدين جغرافيا وسكانيا وحياتيا وفي كل الأمور تعرف أن سوريا هي حدود لبنان إضافة للبحر والباقي هو الأرض المحتلة لذلك قفز سعر الصرف في سوريا مباشرة بعد أن صمد طوال سنوات الأزمة سنوات الحرب بقية يعني بحدود الـ 500 فما دون وبعدها ارتفع ومع ذلك أنت رأيت بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي والتي اتخذتها الحكومة عادت الليرة وانخفضت وبالتالي الارتفاع ليس مربوطا فقط بالتصعيد الأخير أو بتطبيق قانون قيصر الآن التحكم طبعا لم يصل إلى النتيجة المرجوة التي تخطط لها الدولة السورية ولكن هناك انخفاض وهناك ضبط للأسعار بنسبة غير قليلة وهناك حتى ارتياح في الأوساط الشعبية لا يلبي كامل المطالب لأنه أنت تعرف بأن هذا الحصار وضرب البنية التحتية من خلال الإرهاب ومن خلال حتى العدوان الذي تشارك فيه الولايات المتحدة وتشارك فيه تركيا وتشارك فيه إسرائيل بشكل مستمر كل هذا ساهم في ضرب بنية للاقتصاد وبنية للمجتمع ككل ولكن هناك صمود كبير وهناك إصرار على الاستمرار في هذا الصمود ولذلك السيطرة على صرف الليرة السورية وعلى أسعار المواد التموينية في الداخل أرى مطبوطا بنسبة طبعا لا أقول مرضية لأنه ما يزال العمل مستمر لهذا لذلك أرى أنه بالعكس هناك تدرج في الضبط وهناك انخفاض متدرج لسعر الصرف وأرى أن هناك تفاؤل غير قليل بإمكانية السيطرة بهذا المجلد لن تكون هذه المرحلة القادمة أصعب بلسيما أن العقوبات تطال المصرف المركزي السوري لبنان حاليا كما قلت أيضا هناك أزمة فيما يتعلق بسعر صرف الدولار وهناك إداعات لبنانية في المصرف المركزي وهناك إداعات سوريا في المصرف اللبنانية أولا لست أنا الخبير الاقتصادي الذي يستطيع أن يكون لديه الأجوبة الشافية ولكن بحدود متابعاتي وبحدود استيعابي لهذه الحالة أرى أن أرى إمكانية التعاون اللبناني السوري الذي تفرضه مصلحة لبنان ومصلحة سوريا وربما مصلحة لبنان أكثر طبعا أشرت في لقاء الأحزاب بالأمس أشرت إلى ضرورة عدم المبالغة في استجداء الرضا الأمريكي الذي لن يتحقق يعني للإخوة في لبنان العزيز وهذا الأمر يقتضي تحصينا لمصلحة لبنان عبر الانفتاح على سوريا وهذا ما أشار إليه سيد نصر الله في خطابه قبل أيام وقدم وصفة بتقديري فيها نسبة تكامل جيدة وإمكانية أن يجد لبنان مخرجا عبر التعاون مع سوريا وعبر سوريا الانفتاح على العراق وعلى الخليج وعلى الشرق يعني في روسيا والصين والهند وكل هذه وماليزيا وغيرها أرى أن هذا فيه إمكانية إجهاض هذا القانون وإفراغه من إمكانية تجويع الشعب اللبناني وتجويع الشعب السوري والتأثير السلبي على روسيا وعلى الصين وعلى كل الدول التي يستهدفها هذا القانون لذلك طبعا أنت تعرف أن لبنان كان أكثر بلد جازب للوذائع وأكثر بلد فيه إغراء بالاستقرار بهذا المجال هناك لا أدري بعض الإجراءات التي اتخذت أو بعض الأمور التي يمكن أن تكون أخذت مجرى آخر والاندفاع باتجاه صندوق النقد والتردد من قبل السيدر ومن قبل صندوق النقد في التلبية طبعا لحسابات تخصهم ولكن أرى أن إمكانية الاستفادة مما يملكه لبنان حتى الآن هي إمكانية قائمة وغير قليلة ما يزال باعتراف الحاكم وباعتراف القيادات اللبنانية ما يزال لديهم 20 مليار دولار إضافة لرصيد الزهب الموجود إذن بالإمكان بالتعاون أن تبدأ بخطط إنتاجية بدل من التعويل على صندوق النقد الدولي الذي كل التجارب لا أظن أن هناك دولة لجأت إلى صندوق النقد الدولي وكان فيها علاج إنقاذي بينما بالعروض التي نقلها الإعلام وعبر عنها نصر الله وعبر عنها آخرون يعني بإمكان روسيا بإمكان الصين بإمكان ماليزيا بإمكان الهند بإمكان إيران بإمكان التعاون مع العراق مع الكويت مع غيرها يمكن أن يستجر أكثر من المليارات العشر التي تطلب من صندوق النقد والتي يمكن أن يقدمها على سنوات متعددة يمكن أن تأتي بشروط ميسرة أكثر وبدون تحميل الدولة اللبنانية وهذا ينعكس إيجابا إذا ما جرى التعاون والتكامل مع سوريا ينعكس على البلدين ينعكس على لبنان أكثر ولكن تكون سوريا أكيد مستفيدة منه طبعا هناك تضخيم لقضايا أراها ذات مآرب غير الذي يعلن منها بما يخص الحدود والتهريب سوريا حريصة على وقف هذا التهريب لأنها المستنزفة أكثر لأنه تعلم أن سوريا في عكار في البقاع خاصة الهرمل وبعلبك تاريخيا يعيش إخوتنا وأهلنا في لبنان في كل هذه المناطق الذي يستجر من داخل سوريا عشرات الأضعاف من الذي يذهب إلى سوريا لذلك بعض الكلام يقال عكس الحقائق مع ذلك سوريا حريصة على الأخوة وعلى التنسيق ونقدر أن في لبنان غير حقيقية لتلافي الانهيار الذي يخشى على لبنان وهو لم يصل إلى الانهيار وإن شاء الله لا يصل يعني الإفلاس لم يتحقق والذي يهول به البعض بالإمكان حتى الآن الخروج منه وهذا يقتضي تنسيقا واضحا وجرأة في تسمية الأشياء بأسمائها لبنان يحتاج سوريا وأكيد سوريا تحتاج لبنان ولكن حاجة لبنان إلى سوريا تفرض عليه الخروج من التردد الذي يجامل فيه الضغوط الأمريكية يجامل فيه ضغوط أخرى والرضى الأمريكي الذي أشرت إليه في البداية لا يتحقق بالاستجداء يتحقق عندما تفرض مصالحك أنت طيب مع أن الطرفان كان لبنان أو سوريا متضرران عملية من المعابر غير الشرعية وهذا الحديث يزداد مؤخرا وتحديدا في لبنان هل هناك من عمليات تنصيق بين الطرفين لوقف هذه العمليات حتى أن وزير الخارجية وليد المعلم قال أننا نحن مستعدون للتعاون مع لبنان إذا أراد ذلك من موقعك كدبلوماسي هل لمست لدى الطرف اللبناني نية في التنصيق والتعاون لمواجهة هذه العقوبات أولا سوريا لها رغبة واتخذت إجراءات معينة جادة في هذا المطمار وبتقدير ما عبر عنه سيد نصر الله يلقى قبولا لدى نسبة غير قليلة وعبرت عنها قيادات الأحزاب والنواب الذين حضروا بالأمس إلى دار السفارة السورية للتضامن في مواجهة هذا القانون بتقديري مصلحة لبنان تفرض عليه أن يخرج من بعض الارتهان أو من بعض المخاوف من بعض الهواجس لنسميها وهذا بتقديري ممكن وأرى أن ما عبر عنه الوزير باسيل قبل أيام في مؤتمر صحفي كان فيه شيء من هذا إمكانية ترجمة هذه التصريحات أو هذه المواقف أراها واجبة تفرضها مصلحة لبنان هل تقدم الحكومة تسأل الحكومة اللبنانية أقدر بأن هناك حوار داخلي ومكاشفة داخلية بين الفرقاء في الحكومة وفي البيئة الحاضنة للحكومة أرى أن هذا مصلحة لبنانية سورية طبعا وأنا دعني أتفائل بإمكانية أن يفعل هذا الذي يجري في الدوائر المغلقة ليصبح قرارا في السياسة بين البلدين المجتمع بين البلدين أن العلاقات مع لبنان تغيرت مع حكومة حسان الدياب بالغبل كان في حكومة ترفض العلاقة مع سوريا أنت تعلم أن حكومة الرئيس الحريري كان يذهب الوزراء والكتل والنواب وكان ينقل هؤلاء الوزراء أنهم أبلغوا رئيس الحكومة وأنه قال لهم اذهبوا ولكن أنتم لم تخبروني نقل هذا الكلام تقريبا جميع الوزراء الذين ذهبوا إلى سوريا شاركوا في المعرض الدولي شاركوا في فعاليات مع مزرائهم في داخل سوريا ولكن سوريا لا مصلحة لها في أن تبقى تأخذ بالمفرق وما دامت المصلحة تقتضي وضوحا تكاملا تنسيقا وتقدر القيادة في سوريا بأن بإمكان لبنان الخروج من هذا التردد الذي لا مصلحة لحكومته ولا لكل الأشقاء في لبنان في هذا الارتهان للتردد الذي تراعى فيه لا أرى أنها تراعى فيه المصالح اللبنانية طبعا البعض الأشقاء في هذا البلد العزيز يرفعون الصوت بكلام أراه يعني لا يستند إلى حقائق ولكن يعني الخناق الذي يشتد على المصارف يشتد على المواطن اللبناني الودائع الذي يعني غير المبرر أن تفقد يعني حضور يعني تفقد القدرة على إيصال الحق لأصحابه كل هذا بالتنسيق بالتكامل بالخروج من الهواجس لا أسميها مخاوف لأنها غير مبررة تكون مخاوف هي هواجس الخروج منها تفرضه مصلحة الشعب اللبناني وأرى أن هذا الشعب اللبناني له أصوات في البرلمان له أصوات في الحكومة هناك نواية طيبة جدا لرئاسة الحكومة ولعدد غير قليل من أعضاء الحكومة فبالتالي أنا لست يائسا لا أقول ولست متشائما ولكن لست متفائلا بالنسبة الكافية ولكن نسبة قائمة بأن إمكانية الخروج من هذا التردد إمكانية متاحة وأراها مرشحة لأن تكبر سعاد السفير ما يميز هذا القانون أن العقوبات السابقة هو أنه مفتوح ولا يطال فقط رجال الأعمال السوريين أو سياسيين السوريين إنما أي شخص أجنبي وفق ما يقول القانون حتى لاحظنا أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا حذر الإمارات العربية المتحدة من تطبيع العلاقات مع سوريا من الناحية السياسية هل يمكن أن تتشكل جبهة من حلفاء سوريا وأصدقاء سوريا لمواجهة هذا القانون في المحافلة الدولية كونه قانون أحادي الجانب يعني وأصدرته الإدارة الأمريكية ونحن نرى الحجم الذي تعانيه الإدارة الأمريكية في داخل أمريكا في المدن الأمريكية في الولايات الأمريكية بكاملها فبالتالي إمكانية فرض هذا القانون أراها متراجعة والقوى المواجهة لهذا القانون ليست سوريا وحدها هي في مواجهة هذا القانون كون الصين في مواجهة هذا القانون وروسيا في مواجهة هذا القانون والإيران في مواجهة هذا القانون والعراق في مواجهة هذا القانون ولبنان والأردن وكل هذه الدول حتى لو اعتبرت البعض الدول أنها غير معنية هي معنية يعني الخليج معني لأنه يعرف وأنا ألتقي عددا من الأشقاء طبعا بمستويات مختلفة من دول الخليج يعني الكل يعني يحرص على عدم الجهر أمام الإعلام ولكن الكل يعني يرى بأن ما يحدث العقوبات القرارات السياسات الأمريكية يرون مخاوف تطال الجميع هواجس الخليجيين حتى الذين كل تاريخهم وهم في تنسيق وفي تحالف وفي علاقات مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة ولكن هذا الشعور بالارتباك وبالتالي بالقلق على مصيرهم على أموالهم على استقرارهم هذا يتنامى ولا أستسني يعني لذلك أنا أرى أن هذا القانون إذا ما أحصن التعاطي معه وهذا سيحدث أرى سيحدث لأنه يعني الخارجية الروسية لم يعني أخذ يعني عندما يقرأ بيان الخارجية الروسية فيه عدم اعتراف بالقانون ككل وبالتالي رفض يعني وعدم التعاطي لأنه هذه العقوبات ليست قدرا بالعكس يمكن أن تعاقب أنت صاحب هذا القانون يعني صحيح الدولار الأمريكي والتعاطي الصيني بهذا الاستثمار الهائل للصين في أمريكا والمديونية الكبيرة على أمريكا من قبل الصين يعني تأخذه بالاعتبار ولكن بالمحصلة صحيح تتأذى دولة عظمة مثل الصين وصاعدة بهذا الحجم في الاقتصاد ولكن تؤذي بربما أكثر من التأذي الذي يصيبها وهذا يجب أن يؤخذ بالاعتبار والأمر ذاته يسري على الدولة تملك كل هذه المقدرات كقوة عسكرية وكقوة اقتصادية أيضا روسيا والهند وإن كان كتحالفات الآن الهند لها موقع مختلف ولكن أيضا هي دولة كبرى ولديها رأس مال يعني ينمو بالطراض ماليزيا وغيرها وغيرها وإيران يجب أن لا نخرجها من الحساب وإضافة لدول المنطقة كلها أراها بالإمكان لأنها تخشى إذا ما استسلمت للقانون أن تضعف أن تدفع ضريبة باهزة جدا بينما إذا رفضت القانون يمكن أن تحاصر من أصدر هذا القانون ويعيد النظر هو وهذا مألوف لدى الإدارات الأمريكية فضلا عن هذه الإدارة أن عندما تخسر في رهان تعود عنه ولا تتردد ولا تخجل من نسيان ما كانت قالته قبل أيام في يوم لاحق سعاد السفير أيضا قبل دخول لهذا القانون حيز التنفيذ المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة وضعت رئيس الأسد بين خيارين أو إيجاد تسوية الميزاع أو تحمل العقوبات هل يمكن أن نجد أو أن تتخذ القيادة السورية قرارا بمفاوضة الأمريكيين متى أولا الإدارات الأمريكية اتخذت قرارا غير هذا يعني التهديدات بالنسبة لسوريا ليست اليوم التي نتخذ يعني أقل هنا تفاوض نشوف هذا الكلام قالته لإدارة أوباما وقالته لإدارة بوش للإبن يعني كل الإدارات قالته وسوريا أنت تعرف أن عندما حطلت يعني عندما جاءت الجيوش إلى العراق وحضرت كولومباول بالألفين وثلاثة يعني وحمل معه الإملاءات التي سمع الرد المباشر من الرئيس الأسد يعني بما يخص المنظمات الفلسطينية بما يخص العلاقة بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية بما يخص العلاقة بإيران بكل الأمور وبالتالي ليست يعني ليس جديدا على سوريا ما تقوله المندوبة الأمريكية وما يقوله الرئيس الأمريكي وما يقوله وزير خارجية أمريكا وهناك حتى أرى ليست الإدارة الأمريكية والقيادات الأمريكية ليست صوتا واحدا وأنت تعرف كونك تتابع لذلك بعض الكلام هو كلام يعني سوريا تعودت على سماعه وتعودت على رفضه أيضا لذلك يعني نحن لم نصمت كل هذه السنوات في مواجهة كل هذه الدول التي تجاوزت يعني التسعين والمئة الدولة وتحضر كل إرهابيي العالم من كل الجنسيات ومن كل الأصناف واستخدمت كل أنواع السلاح كل أنواع الإعلام كل أنواع الاستخبارات يعني سوريا التي انتصرت بهذه النسبة على إرهاب يشكل خطرا على العالم ويعيد الرأي العام حتى في داخل أمريكا وفي داخل أوروبا وفي داخل الدول التي كانت رئيس حرب ضد سوريا نراهم يعيدون النظر لذلك هذا الذي تحقق لا يمكن يعني تجاهل كل هذه النتائج والاستسلام لهذا التهديد الذي أراه هو تعبير عن يأس كون سوريا لم تسقط لأن سوريا بقيت متماسكة جيشها بقي متماسكا الحاضنة الشعبية حول الرئيس الأسد كبرت صحيح هناك خطر التجويع للمواطنين السوريين وخاصة بعد سنوات أكثر من تسع سنوات من الصمود الهائل وبالتالي هناك خسارة في البنية كانت سوريا أكثر بلدان المنطقة اكتفاءا واستقرارا ونهوضا الآن ولكن يدرك الأمريكي بأن الروسي والإيراني والصيني وكل الحلفاء لسوريا هم شركاء في صناعة ما تحقق وبالتالي الخسائر ليست سوريا وشعب سوريا وقيادة سوريا هي من تخسر هم الشركاء في الخسارة كما هم شركاء في نتائج النصر وفي نتائج صناعة الأمان في مواجهة إرهاب يشكل خطرا على البشرية كلها سوريا كانت الرافعة الأولى والأساسية والأستاذ الأول في محاربة هذا الإرهاب طبعا هي مستقوية بحلفائها وتدرك بأن للجميع رصيد في وجدان السوريين وفي وجدان القيادة السورية وهي التي تعرف كيف تحافظ وكيف تستسمر في هذه العلاقات لذلك نحن مطمئنون أننا لسنا وحدنا أيضا في مواجهة هذا القانون الذي نراه قابلا للتداعي أكثر من إمكانية أن يشكل بعبعا يشكل بعبعا لدى البعض الذين يقرؤون والرمد يغطي على عيونهم للأسف دهمنا الوقت شكرا جزيلا سعد السفير على هذا اللقاء أهلا بك ومرحبا أعزائينا المشاهدين شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة